نروح لخبر آخر موقع رسمي لنادي الأهلي واللي بيقول إن الجهاز الطبي يكشف تفاصيل البرنامج العلاجي والتأهيلي لمروان محسن مروان محسن موجود دلوقتي من مبارح بالضبط ابتدأ ييجي النادي الأهلي ويعمل بعض التدريبات العلاجية الخاصة باستعدادا للبرنامج التأهيلي اللي إن شاء الله هيكون أساس عودة مروان محسن للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي لكنه دلوقتي هنعافين إصابته كلها عبارة عن كسر وعمل الجراحة كسر في عزام الوجه وعمل الجراحة وخد راحة كمان عشر تيام وخلصوا عشر تيام ويجعلوا تدأ في التعافي وإداء بعض التدريبات العلاجية وعلاج الطبيعي بالتحديد في الجيم بالنادي الأهلي تمنالوا العودة سريعا ده فيما يتعلق بمروان محسن نروح للموقع الرسمي أيضا وفيما يتعلق بعمر السلية وجلسات علاج طبيعي لعمر السلية لأن زي ما احنا عارفين إصابة عمر السلية عبارة عن جزع في الكاحل بعد الإصابة مع نهاية مباراة أسوان كده فبالتالي فيه تفاقل بالمناسبة كبير جدا بخصوص حالة عمر السلية بعد التحسن الملحوظ في حالته وإن الإصابة أو الوراء ممتدى يتلاشى فواحدة واحدة بإذن العمر السلية خلال أيام ممكن يخش في تدريبات التأهيلية وعودة كمان للتدريبات الجماعية مع النادي الأهل والأهل المهم جدا كده